موسيقى موسيقى الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء هو كيف ما وصفه جلالة الملك هو خطاب ديال الوضوح وديال الطموح فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والقضية الوطنية الأولى ديال الوحدات الترابية ديال السحراء المغربية جلالة الملك هذا الخطاب تيبين فيه بأن من خلال الوضوح المغرب لا يمكن أن يساوي ما حول قضيته الوطنية أو حول السحراء المغربية وأن الحل السياسي الوحيد لقضية سحراء المغربية هو الحل الذي يحترم الشرعية في إطار المقترح لحكم الذاتي ولكن في نفس الوقت بهذا الوضوح وبهذا الصورة الواضحة جلالة الملك أولا يأتي بمبادرة سامية تجاه جرى الشقيقة الجزائر من أجل تطبيع العلاقات بين الشعبين بما يستفيد ويستثمر العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ويفيد ويستفيد منها في إطار التنمية وفي إطار حسن الجوار وفي إطار العلاقات المتميزة وهذا خطاب طموح وهذه رسالة واضحة موجهة للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري من أجل استثمار هذه العلاقات ومن أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين في نفس الوقت خطاب الطموح نحو إفريقيا باعتبار أن الوضوح ذي الجلالة الملك بالنسبة للقضية الوطنية الأولى والصحراء المغربية لا يمنعه ولا يمكن أن يساوم حول قضيته الوطنية الأولى وقضية الصحراء المغربية مع إفريقيا ولكن في نفس الوقت الهدف هو إقامات علاقات متميزة مع الاتحاد الإفريقي ومع الدول الإفريقية من أجل خدمة التنمية من أجل استفادات من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتوجدة في إفريقيا لذلك فهذا حقيقة خطاب الوضوح والطموح بالنسبة لقضيانا الوطنية بالنسبة لقضيتنا الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية ولكن كذلك بالنسبة لتطلعات جلالة الملك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الشجار الجزائر وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأفريقي ومع الشعوب الإفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر